اشتركوا في القناة احنا في المشامعة دينا الزواج ولا عندنا شو ما وهذا الشي هذا هنا تكون مدخل ديالشي طلعناه الله هذا الزواج من شريعة الإسلام هذا هو العنوان اللي تخصكون عندنا ديالهاد العمود هذا الزواج من شريعة الإسلام كيف اشترك المشامعة دينا حيث الشاب بتيلحق السين ديال الزواج وتسولي عنده الكفاءة وتسولي عنده الباءة وتبغي تزوج في المون الشامع المغربي دينا ما تيمشيش يقولها لأبا ما تيمشيش هو أبا ويقول لي أبا أنا بغيت نزوج يقول لي مبارك مسعود شكول لي خطرتي لا 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 شوف كيفاش تنضوره ذك شعليش هاد الشي ديال العراسة تصيب العيالات خشين فيهم يديهم حتى الدراع وغاديين في هاد الشهادة ديال الحرام وكذا ويقول ويأمرو الزوج ويأمرو الزوجة وديرو ما باغين في ذك الشهادة بلا الشريعة بلا والو الشريعة ديالهم وما فتيمشي يقولها لأمو ويعدت يقولها لأبا وواحد ما عندوش أمو ومصابل من يقولها نجح دبه ونعس ودرسه ونعس وبدأت يدير بحايلة يحلم وقال لأبا أبا أنا بغيت نزوج البو حتى هو ما قدش باش يصرح ليه التكاح ده ودرسه حتى هو بحايلة يحلم وقال لأوش كينش يفلوس ولا غيله درا هذا الشي كله بخلف الشريعة الإسلامية شريعة الإسلامية آمرات بالزواج والزواج من هدي الرصوص على الإسلام وثلاثة دي الصحابة جوتي السول فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها مانا قالوا هدي الشقلين وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الثالث وأما أنا فأصلي لي ولا أرقود وقال الثالث وأما أنا فأصمد هر ولا أفطير معنى تجاهدوا بغوا لقاء الله عز وجل ولكن هذه الاجتهاد ديالهم تعتبر رهبانية والإسلام تحرم الرهبانية فحث مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال دياله هذه الناس هدوه ما عجبوش الحال فحمد الله وأتنع عليه وقال ما بال أقوى من قالوا كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنني أتزوج النساء وأصلي وأرقود وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه السنة هذا أول هديد رسولاتي والزواج فليهذا الزواج ماش يعيب خاصة نتكلمه عليه والرجل يقلس مع شاب مع أبا ويتكلم هالمرأة اللي بغيت أبا وهاشتروض ديالها وهكذا كذا وهو غاد يعطيه من خلال الجريبة دياله بلما يستعملوا ذاك حق الفيتو لا مكرا خطرت لك فلانة الفولانية علاش هدي تختار ليا فلانة الفولانية أنا اللي تنخصي نختار راسي من خيلة لذكشي اللي وراني الرسول صلى الله عليه وسلم وانتما عندكم دون استشاري ماشي انتما اللي غادي تختاروا ليا ماشي انتما اللي غادي تزقل سمعها وتمتعوا بها هذه من المسائل الخطأ اللي تخصي نرضو لها البال فالزواجوا من شريعة الإسلام ومتي تعتبر شي حاجة حشو ما خصي يكون في الصراحة ما بين الشاب والأب ديالو والسلام عليكم ورحمة الله